الى ذلك عبر رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديرهم لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله بعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد كما عبروا عن سعادتهم بتوجيهات جلالته للأخذ بعين الاعتبار بأراء الكتاب والصحفيين ورواد التواصل الاجتماعي مؤكدين حرص جلالته المستمرة للأسماع للمواطنين في أجواء تفاعلية وطنية عبر رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين عن امتنانهم لاهتمام جلالة الملك المفدى المباشر والشخصي بما يشغل الشارع البحرينية بشكل مستمر جاء ذلك على إثر تفاعلهم مع توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للحكومة الموقرة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد وقد كان من أبرز نقاط اهتمام المغردين في هذا الشأن هو توجيهات جلالته للتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأن قانوني التقاعد من آراء وملاحظات طرحت في مجلسي الشورى والنواب رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثلجت صدورهم بعد توجيهات جلالة الملك المفدى بالأخذ بعين الاعتبار بآرائهم وما أبدوه من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة للوصول إلى مخرجات قانونية مناسبة ليؤكد لهم هذا التوجيه أن صوت المواطن بغض النظر عن وسيلة التعبير مسموع لدى جلالته حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة